صدر النظام السوري مؤخرا آلاف الشقق السكنية العائدة لمهجرين ونازحين ولاجئين جاءت خطة النظام هذه بدعوة عدم استكمال الأقصاط المستحقة عليهم لصالح الدائنين أصدر محلية ريمة أفادت بأن النظام بدأ ببيع تلك الشقق بعد نزع ملكتها عن أصحابها الذين لم يسددوا أقصاطها بعد أن اضطروا إلى مغادرتها جراء الحرب فقد طر ملايين سوريين إلى ترك بيوتهم خلال السنوات العشر الماضية التي جاءت العمليات العسكرية التي شنها نظام في مختلف أنحاء البلاد وتحولوا إلى نزحين في مناطق خارجة عن سيطرات النظام أو لاجئين في الدول الأخرى ولم يتمكنوا من العودة حتى الآن بسبب استمرار الظروف التي دفعتهم للمغادرة وتقع الشقق المصادرة في مجمعات سكنية كبيرة في عدد من المدن السورية أبرزها حلب ودمشق معنا في الاستوديو عمر إدلبي مدير مكتب الدوحة في مركز حرامون لدراسات المعاصرة صباح الخير أستاذ عمر هل لديكم أرقام عن عدد الأسر المتضررة جراء قانون العشرة الذي صدر أو أصدره النظام السوري لمصادرة الممتلكات والأراضي للنزحين والمهجرين السوريين يعني للأسف ليس هناك أرقام تحدد عدد الشقق والعقارات التي استملكها النظام وفق هذا القانون ووفق قوانين أخرى أيضا وقرارات إدارية صدرت كلها تنسجم مع خطته العامة للاستيلاء على ممتلكات الغائبين بأسباب النزوح أو الهجرة ولكن هي الحقيقة أعدادها كبيرة جدا لدرجة أن مجمعات بأكملها أو مراكز جمعيات كاملة بأكملها باتت جميعها تقريبا خارج الملكية المؤقتة التي كان يتمتع بها السكان السوريون الموجودون في هذه المناطق ولكن في الحقيقة الاستيلاء على الممتلكات العقارية منها على وجه التحديد صارت سمة بارزة من سمات الصراع في سوريا منذ الثورة في سوريا وقد بكر النظام ابتداء من العام 2012 لإصدار مجموعة من التشريعات منها قوانين ومنها قرارات إدارية صادرة عن مجالس المحافظات للاستيلاء على ممتلكات السوريين العقارية بالتحديد في مناطق التي كانت تشهد صراعات مسلحة ويستولي عليها النظام لاحقا مثل ذلك مثلا مشروح أو بالأحرى المرسوم 66 لعام 2012 الذي استملك به لمجبه النظام منطقتين عقاريتين من أخطر المناطق تقريبا في مدينة دمشق قريبتان من السفارة الإيرانية في دمشق هي بساتين الرازي في كفرسوسة وفي المزة وهذا المرسوم في الحقيقة جاء بعد تمكن قوات النظام من طرد فصائل المعارضة والجيش الحر من منطقة كفرسوسة تحدث عن هذا المرسوم وأيضا قانون عشرة الذي صدر في 2018 ومثل هي مجموعة من الإجراءات تمت من يرى بأن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تخنق النظام وحاجته للأموال وراء هذه العملية هل هذا صحيح؟ هل هذا التفسير المنطقي؟ يعني هي مجموعة مركبة من الأسباب منها طبعا السبب المالي الاقتصادي نتيجة احتياج النظام الآن في هذه المرحلة تحديدا إلى السيولة وهو ما يفسر إلى حد ما استعجاله خلال هذه الفترة في تطبيق هذه القوانين هذه القوانين وهذه التشريعات وهذه الأوامر صدرت على مدى عشر سنوات الماضية ولكن تركيزه في هذه الفترة على تطبيقها يدل على احتياجاته المالية السريعة ولكن في الحقيقة هناك أسباب كثيرة منها بالتأكيد الأسباب الأمنية بمعنى أنه يستولي على مناطق يتمكنه من إبعاد الفئة المعارضة من السكان عن المراكز الحضرية للمدى نعم صحيح بالإضافة طبعا إلى مسألة تغيير التركيب الديمغرافي والسكاني لهذه المناطق وجلب فئات موالية له ومكافأة أيضا تجار العقارات وأيضا شركات المقاولات المقربة من النظام بتسليمها بعض مشاريع التطوير العقاري التي استولى في هذه المناطق حول نقطة تغيير دموغرافي سيد عمر هل سجلت عمليات بيع لغير سوريين؟ هل لديكم معلومات عن جنسيات وهوية المشترين لهذه الممتلكات؟ هناك في الحقيقة تلزيم لأجزاء كبيرة من هذه المناطق التي تم استملكها إلى شركات بناء إيرانية منها مثلا منظمة جهاد البناء التي تقوم بمشاريع تطوير عقاري في مدينة الدارية التي تعتبر واحدة من أكثر المدن تعرضا للتهجير القسري على نطاق واسع والتشريد الداخلي بالإضافة طبعا إلى المنطقتين التي أشرت إليهما قبل قليل بساتين الرازي وجنوب المزة التي سلمتا إلى شركتين لها شركات واسعة فيها شركات إيرانية ومنها بطبيعة الحال منظمة جهاد البناء طبعا المسألة أيضا من ضمن الأثداف التي يمكن أن نتحدث عنها في هذه المرحلة تحديدا هو قطع الطريق في الحقيقة على عودة اللاجئين باعتبار أن تغيير الواقع المدني لهذه المناطق ونزع ملكية أصحابها يحول دون عودتهم إلى هذه المناطق والنظام يتعرض خلال هذه الفترة لضغوط كبيرة ربما تأتي من الجانب التركي ومن الجانب الروسي لإعادة اللاجئين السوريين والنازحين داخليا إلى مناطق سكنهم وهو ما لا يريده النظام بالتأكيد بالنظر إلى معجمل المناطق التي حصل فيها تشريد داخلي أو لجوء خارجي ولم يسمح النظام أبدا بعودة اللاجئين إليها حتى الآن نعم هل هناك أبواب يمكن لهؤلاء اللاجئين أن يطرقوها على الأقل حفاظا على ما تبقى لهم في بلادهم كالمنظمات الدولية كالمنظمات الإنسانية وهل هذه المنظمات قادرة ربما على اللحاق والوقوف ضد بيع هذه الشقق يعني للأسف الوضع معقد جدا على الصعيد القانوني يفترض أن يكون هناك تحرك سياسي ذو طابع حقوقي لقطع الطريق على إجراءات النظام ولكن تحرك قانوني حقيقة بحت هو من الصعوبة بمكان جدا لا سيما أن معظم الاستملاكات تأتي على خلفية مراسيم صادرة بالاستملاك وهذه إجراءات الاستملاك عموما تحيطها القوانين السورية بإجراءات صارمة لتغييرها أما الإجراءات التي تأتي وهو نمط آخر أيضا من أنماط الاستملاك التي يقوم بها النظام أو نزع وسلب الملكية هي القرارات الصادرة عن محكمة الإرهاب بموجب القانون رقم 19 لعام 2012 وهو في الحرفقة صعب أن يطعم في هذه الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب على اعتبار أن معظم المحكومين هم خارج البلاد أصلا ولا يسمح لهم النظام بالتقاضي عن بعد من خلال وكلاء لأن الوكالات القانونية تحتاج إلى موافقة أمنية إذن الدائرة مفرغة في الحقيقة على النازحين وعلى اللاجئين ويمنعون حقيقة من استرداد أملاكهم المسلوبة بموجب هذه القوانين والإجراءات تعصفية ولكن ما مصير المهجرين واللاجئين في هذه الحالة إذا كان هذه القوانين لا يسمح بالطعن بها كما ذكرت والضغوط من الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان لأعادة اللاجئين إلى ديارهم ما مصيرهم؟ هناك رحلة طويلة ومعقدة أمام السوريين الذين نزعت أملاكهم خلال هذه الفترة تبدأ من إيجاد حل سياسي أصلا ينهي المشكلة المسببة لنزوح السكان وتركهم أملاكهم عرضة للتصرف بها بهذا الشكل التعصفي من قبل النظام وهناك بالتأكيد وسائل يمكن أن ننصح بها فقط للسوريين حاليا بالحفاظ على ما بين أيديهم من أوراق وترك العقارات التي غادروها بأسماء مورثيهم وعدم إجراء عمليات نقل الأرث حاليا لأنها يمكن أن تؤدي جديا إلى ضياء أملاكهم منهم نقطة يجب أن نشير إليها الحقيقة على هذا الصعيد هو مسألة إعادة الهندسة الجغرافية أو الهندسة المدنية في هذه المنطقة هي في غاية الخطورة وهي جميعها وكل هذه الأعمال الحقيقة التي يقوم بها النظام تخضع للمسائلة بموجب القانون الدولي ويمكن أن تشكل جرائم حرب تساعد على تحريك الدعاوة باتجاه ضد النظام ولكن للأسف في الحد الآن الإرادة السياسية تمنع وتحول دون ذلك شكرا عمر إدلبي مدير مكتب الدوحة في مركز حرمون لدراسات المعاصرة